جرى اليوم في محافظة مارب تتشين برنامج سبا للتمكين الاقتصادي للسيدات الذي تنفذه مؤسسة فتيات مارب بدعم من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ويشمل البرنامج خططا ستنفذ على مدى ثمانية عشر شهرا في مجال تمكين الاقتصادي للمرأة اليمنية وتتضمن اطلاق أربعين حملة توعوية وأربعين مشروع تأهيل وتدريف في قطاع الأعمال وعشرين مشروع يتم دعمها عبر تمويل وبناء القدرات وتقديم الخدمات الاستشارية والإشراف المستمر ويهدف البرنامج إلى خلق آلية عمل وتفكير جديدة في أداء المشاريع للنساء اليمنيات والمساهمة في دعم المشاريع الناشئة بتوفير مقر حاضنة أعمال تخدم رواد الأعمال وتعزيز دور النساء في الساحة الاقتصادية عبر تأهيلهن وأعدادهن لإنشاء مشاريع حر هادفة وفق أسس مهنية عالية